يوم أمس كان هناك ضربات بالمدفعية والطائرات المسيرة ها نحن نرى طائرة مسيرة تنطلق من الداخل العراقي واضح جدا أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران تقف خلف هذا الأمر في مهاجمة قاعدة عين الأسد كثرة هذه الهجمات مع اقترابنا من حلحلة لبعض الأمور والتفاصيل وإمكانية نجاح الاتفاقية النووية لماذا الحرس الثوري يصر في ظل أنه هو الشرط الفاصل في هذه الاتفاقية النووية ونجاحها أنا قلت أنه لماذا الحقيقة الآن هناك مؤسسة الكل يعلمها وهي مؤسسة خاتم الأمور سأعطي لأخي المشاهد الكريم نبذة سريع عن هذه المؤسسة هي مؤسسة اقتصادية تم إنشاء عام 87 رأس مالها 250 مليار دولار تعتبر أكبر شركة المقاولات الإنشائية في منطقة الشرق الأوسط تحظى باهتمام واسع من القيادة الإيرانية وتحديدا من علي خامنائي هذه ترتبط بالحرس الثوري الإيراني تمتلك 800 شركة صناعية وتجارية ومصرفية تهيمن على جميع المشاريع الستراتيجية داخل إيران وعلى المبادلات التجارية والاستثمارات المالية وعلى النقل والزراعة والصناعة وكذلك النقل البحري عندما تكون هذه المؤسسة بهذا الامتداد وبهذا التشعب داخل الحياة الداخلية لأروقة النظام الإيراني وفي حياة المواطن الإيراني ماذا ستكون؟ ستقول إليها كثير من الأموال التي إذا ما رفع الحضر عن الحرس الثوري ستنتعش المنظومة الاقتصادية بفعل عمل هذه المؤسسة هذه ما تحققه إيران بالحالة الظاهرية بعملية انتشاء برفع الحضر عن جميع المعاملات التجارية برفع العمل عن جميع العلاقات الاقتصادية ولكن بنفس الوقت هي تخشى من موضوع التمدد نعم أن هذه الأموال يجب وهذا ما موجود ومنصوص عليه سيكون بأنها لا تستخدم في تنمية أو في العمل على امتدادات المشروع الإيراني ليس فقط داخل المنطقة العربية وإنما في عموم الشرق الأوسط وبعض المناطق في دول العالم هذا الموضوع هي المواضع الشائكة لذلك الكونغرس الأمريكي والحزب الجمهوري والديمقراطي انتبهوا إلى هذه النقطة وهذا ما أحرج الرئيس جون بايدن الآن سعى عضوين رئيسين في الحزب الجمهوري وهو ماسك وبيري إلى رفع مشروع قانون إلى مجلس النواب وهو بعدم التعاطف مع الإرهابيين أو مساعدة من يتعاطف معهم بهذا العنوان رفع هذا القانون إلى مجلس النواب وكذلك الحزب الجمهوري والحزب والحزب والعديد من عضاء الحزب الجمهوري وافقوا أيضا على هذا القانون والآن أصبح من المسوغات الأساسية التي قد تحاصر الرئيس جو بايدن في موضوع الإسراع في رفع الحضر عن الحرس الثوري هل هذا يعني بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبح من المستحيل تقريبا عليه رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب هل هذا ما يجب أن تفهمه إيران؟ هنا إيران تعاملت مع هذا الموضوع برؤية ميدانية وتعاملت بما يملي عليها مصالحها في رفع الحضر عنها ولذلك أوجدت تجزئة لهذه العقوبات أو تجزئة لهذه النظرة وقالت نوافق على إبقاء الحضر على قيادة فيلق القدس الإيراني مع رفع الحضر عن الحرس الثوري ولكن هاتين المؤسسين معروفتين على مستوى الدولي والأوروبي بأنها لا تنفصل عن أعمالها عن الآخر ولكن معلوم أن الحرس الثوري لديه السلطة الأكثر ولديه الهيمنة الأكثر على الجانب الأمني والاستخباري بل هو من يدعم المشروع الإيراني داخل المنطقة العربية أو في منطقة الشرق الأوسط ولذلك قلت أن الغاية هي اقتصادية أكثر مما هي أمنية ومع ذلك يبقى هذا هنا الفاعل الرئيسي داخل الإدارة الأمريكية وسياسين الأمريكان والوسط السياسي أنه ليس مع رفع الحضر وستبقى هذه الأمور الآن كما قلت مور جاء إلى مناخشة هذه النقطة الرئيسية وهي موضوع كيفية معالج رفع الحضر عن الحرس الثوري الإيراني ولكني أردت أن أعطي صورة واضحة وصورة متكاملة لماذا الحرس الثوري وما هي الأسباب الموجب لذلك مع العلم سيبقى موضوع الرفع الحضر مشروط بالقبول الإيراني لما تريده الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية الآن تعمل على محاولة تزجئة العقوبات وبالتالي النظر أيضا إلى موضوع مناقشة التمدد الإيراني إران إلى حلفائها في المنطقة لذلك أتت موضوع مهم جدا قبل أيام عندما أعلن بليكن وزير خارجية واشنطن بأنه لا منع الإدارة الأمريكية أن تفضي الصفقة النووية بين روسيا وطهران بقيمة 10 مليار دولار وأنها ستكون خارج نطاق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا نتيجة التدخل العسكري في أوكرانيا هذا الجانب مهم جدا هذا أيضا يعطي همية لإنعاش عملية دفع بالمفاوضات نحو إيجاد مخرج لها والتوقيع عليها بسبب أن روسيا امتنعت عن الموافقة بشرط أن تبقي على تعاملاتها الاقتصادية مع إيران خارج نطاق العقوبات وهذا ما تحقق لها لكن الأمريكان لماذا؟ لماذا الأمريكان يحاولون إعطاء هذه الصفقة في وقت يحاولون تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي أو محاولة إبعاد روسيا عن سوق النفط العالمية والغاز هذه تعتبر جزء من السياسة الدولية وجزء من المصالح البعيدة عن أهمية وحياة الشعوب نراهم يختلفون في مناطق ويتفقون في مناطق أخرى وهذه هي المصالح الدولي والإقليمية التي يجب أن ينظر إليها بمنظار مهم وعلى جميع الأنظمات تنتبه إليها وهي معروفة ونراها أنه الآن يدفع يدفع واشنطن إلى إفضاء عملية التوقيع على الاتفاق النووي لتحقيق غايتين الأولى أن جون بايدن آم بحاجة إلى دعم داخلي في موضوع الانتخابات التشفيعية القادمة ويحاول أن يحقق إنجازا كما قلت في إحدى ملفات الشرق الأوسط المهمة وهي موضوع البرنامج النووي الإيراني لأنه سيساعده على موضوع الإسراع بإيجاد لأعضائه في مجلسي النواب والكونغرس الأمريكي هنا كذلك من الممكن أن يستفاد من موضوع عودة إيران إلى السوق الطاقة النفط والغاز ولكن هذا سيكون يحكم بماذا؟ تحتاج إلى وقت وإلى أشهر عديدة وأيضا سيكون هناك الملاحظة والمتابعة الروسية إلى هذا الجانب في التعاون ما بين إيران والاتحاد الأوروبي وكذلك الولادة